غارة أمريكية بطائرة مسيرة هي الأولى منذ منتصف سبتمبر الماضي استهدفت القياديين في تنظيم حراس الدين أبو ذر المصري وأبو يوسف المغربي أثناء وجودهما في مركبة على طريق بلدة عرب سعيد في إدلب ناشطون تداولوا على موقع تويتر صورا ومقاطع مصورة للمركبة بعد استهدافها وتظهر الصور جثثا متفحمة ودخانا يتصاعد من المركبة وشغل أبو ذر المصري منصب الشرعي العام سابقا وكان عضوا في مجلس الشورى ضمن تنظيم حراس الدين وكان يشرف على معهد شرعي للفئات العمرية الصغيرة ضمن التنظيم قبل أن ينتقل إلى مجلس الشورى أما أبو يوسف المغربي فشغل منصب الأمني العام لتنظيم حراس الدين وكان القياديان سابقا ضمن تنظيم القاعدة قبل أن ينضم إلى صفوف تنظيم حراس الدين وتربطهما علاقة غير جيدة بقائد هيئة تحرير الشام وفقا لمصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان وكان التحالف الدولي استهدف سابقا قيادات وعناصر من حراس الدين وقتلت الطائرات المسيرة منذ أيار مايو الماضي أحد عشر قائدا عسكريا ومقاتلا شمال سوريا بعضهم مستقلون يعملون في مجال التدريب وآخرون قادة من تنظيم حراس الدين إضافة إلى أشخاص لم تعرف هويتهم ترجمة نانسي قنقر